مؤتمر دولي خاص بالكيمياء ينطلق بحضور نخبة من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم ليحتضن الطلاب والمعنيين بهذا التخصص العلمي المؤتمر سيركز على ثلاث محاول رئيسية هي الاتجاهات الحديثة في تعليم الكيمياء وكيميا الصناعات المستدامة وكيميا المواد المتقدمة ورح يشارك فيها نخبة من العلماء والباحثين في مجال الكيمياء وفي مجال الصناعات ومن تقريبا نحو 26 دولة سواء خليجية أو عربية أو من أنحاء العالم أجهزة وكتب وتقنيات علمية إضافة إلى مواد كيميائية وبرامج تعرض خلال المؤتمر مقدمة من جهات بحثية وأكاديمية بالتزامن مع مؤتمر الكويت الخامس للكيمياء هناك رح يكون فيه اجتماع الكيميائيين السابع والثلاثون والذي يعقد على أرض دولة الكويت والذي هو رح يشارك فيه تقريبا ما يغارب 16 دولة عربية من خلال ممثلين الجمعيات والنقابات العلمية الكيميائية وسيتم هذا إن شاء الله في تاريخه دعش مارس يعتبر يوم الأحد إن شاء الله قبل المؤتمر مؤتمر يعكس دور الكويت في خدمة القطاع العلمي والبحثي ويبرز اهتمامها في تعزيز دور الكيمياء في التنمية والتطوير زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس ترجمة نانسي قنقر